تزامنا مع جولات الخارجية الألمانية تحذيرا لمؤتمر برلين المرتقب بين الدول الفاعلة في الأزمة برزت مطالبات محلية ودولية عدة بإشراك دول جوار ليبيا في المؤتمر لسيما التي لم تتدخل في الأزمة بدلا من إقصائها آخر تلك المطالبات كانت لوزير الخارجية الإيطالي الذي قال إن عدم دعوة تونس والجزائر لحضور المؤتمر يمثل فرصة ضائعة واصفا دور البلدين بالمهم للغاية على صعيد مكافحة الإرهاب فضلا عن أنهما يفهمان دوافع إيطاليا أكثر بكثير من شركائها الآخرين حسب ما نقرته وكالة آكل إيطالية ورغم مخاوف إيطاليا هذه إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكوماس بعد مغادرته مدينة زوارة انتقل على الفور إلى تونس وأجر مشاورات مع رئيسها الجديد وحكومته بشأن الأزمة في إشارة منه تبين أن لتونس دورا محتملا في مؤتمر برلين محليا كان للمجلس الرئاسي ورئيسه دعوات عدة آخرها في زوارة مع هايكوماس والمبعوث الأممي حيث داع السراج لضرورة مشاركة دول الجوار وإن لم يسميها مع دول أخرى تشارك في اللقاءات المقبلة كي تكون مخرجاتها قابلة للتنفيذ حسب تعبيره في إشارة تعكس رفض الرئاسي أن تقتصر المشاركة في برلين على دول داعمة لحفتر كما حدث في مؤتمرات دولية سابقة وفشلت وفي مقابل ذلك تقول برلين على لسان وزير خارجيتها أثناء زيارته إلى تونس إنه لم يحدد موعد لنعقاد مؤتمر برلين حتى الآن ولا الأطراف التي ستشارك فيه كذلك لم يعرف منه إن كان سيزور الجزائر على غرار زيارته الأيام الأخيرة إلى القاهرة الداعم الرئيسي لحفتر إذن يأتي التحذير لمؤتمر برلين وسط غموض يلف الحاضرين ففي الوقت الذي تقول فيه ألمانيا والمبعوث الأممي إن المؤتمر سيجمع الأطراف الدولية المتدخلة في ليبيا لتوحيد الموقف الدولي قبل تفاهمات المحلية تظهر التساؤلات عن جدوى المؤتمر في ظل غياب أو تغييب أطراف إقليمية فاعلة ودول الجوار على غرار مؤتمر بليرمو وبريس